وما خرج من اللسان لا يتجاوز الأذان بنت من بنات الأزهر الشريف عمرها 19 سنة ما شاء الله متابعينها على الفيسبوك مليون ونصف متابع معنا الأستاذة ندى صدقة أهلا وسهلا بك أهلا بحضرتك شرفتين ونورتين نهلا بحضرتك ربنا كرمك أنت بأفسنة كامية ندى أنا في تانية كلية شريعة إسلامية ما شاء الله وعندي 19 سنة طبعا دراستك في الأزهر من الابتدائي آه من كيجوان من كيجوان أزهر يعني الشاعر يقول أنا أزهري ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتأزهروا بالضبط إحنا عندنا تعصب للأزهر لأن الأزهر هو الدين الوسطي واللي بيصدر العلم للعالم كله زي ما قال شيخنا الشيخ الشعراوي الله يرحمه الله يرحمه متابعينك على الفيسبوك ما شاء الله كتير وأنا واحد منهم وبسعد جدا بكلامك شرف لي وكلام فيه بساطة وفيه تلقائية وبيوصل للناس وليلي الفكرة جات إزاي وبدأت إزاي في الفيديوهات اللي بتعمليها نعم هو أنا كنت بدأت أساسا الفيديوهات من وانا في تانية سنوي ما شاء الله وقبل ما أبدأ الفيديوهات دي كان أخوي أصلا بيعمل فيديوهات برضو بس المحتوى مختلف وبعد كده فضلت مامتي يعني كنت أنا أحب لما أخد الدرس أرجع البيت أشرحه يعني أفضل بقى أشرح لهم أنا خدت إيه في الفقه وتعلمت إيه وكده فأمامتي كنت دايما شايفة أن أنا لأ يعني في حتة أن أنا ممكن أعلم حد حاجة أو كده وبابوي برضو ففضلوا أن هما يعني يساعدوني أن أنا يعني إزهاري وكده من محتوى التعليق حلو وهتقدمي حاجة تفيدي الناس وكده فليه لأ يعني فاتجهت بقى موضوع الفيديوهات ده واللي سعيدني بقى في ظهوري طبعا أخوي ليدو هو اللي سعيدني في أن أنا أطلع أصلا معدق هو كان بيعمل فيديوهات من أبلي بيعمل أبلي أصلا بكتير ماشاء الله بس في حاجة تانية غير الدين أه حاجة تانية أه كوميتي هو فأنا بقى يعني هو بصراحة كان دايما برضو شايف أن لأ أنت محتوى كي حلو وملازم يظهر لناس فهو كان من أول الناس اللي سعادتني يعني طبعا برضو وبدأت بقى والحمد لله ربنا يعني جعل ليك القبول بفضل الحمد لله أه الحمد لله هو العبرة كلها بالقبول أه بالضبط كتير ناس بتتكلم بس القبول ده من ربنا سبحانه وتعالى حمد لله يعني ربنا بقول في القرآن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعلوا لهم الرحمن وده حمد لله وأنا بقول دايما متى علم الله من عبده الإخلاص فتح له قلوب الناس فأنت بدأتي من سنتين ونصف تقريبا المتابعين زادوا ما شاء الله أول فيديو عملتيه كان بعنوان إيه ده كان عن الدعاء عن الدعاء ده أول فيديو عملته كلمت فيه عن الدعاء طيب عايزين نسمع منك عن الدعاء إن شاء الله هو الدعاء طبعا يعني كنت أنا بقول في الفيديو كده إن ما ينفعش إن احنا نبطل ندعي حتى لو احنا شايفين إن إن احنا يعني ربنا مثلا ما استجبلناش أو كده لا لازم إن احنا نستمر في الدعاء لإن الدعوة دي بترفع بلاء عننا يعني البلاء كده زي ما بينزل كده بيخفف بالدعوة دي فالمفوض إن احنا ما نبطلش ندعي أبدا يعني دايما يكون مستمرين في الدعاء حتى أكيد ربنا سبحانه وتعالى شايلنا حاجة أحسن من اللي احنا محتاجينها أو اللي احنا عايزينها يعني كلنا دايما منسوف إن الحاجة دي هي دي بس في الكون اللي احنا عايزينها ودي اللي هتخلينا يعني أسعد ناس في الدنيا بس ربنا أكيد عنده أحسن من كده يعني طبعا يعني ربنا بقول في القرآن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وجيب دعوة الدعي إذا دعني حتى إن سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول أنا لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء لأننا لما دعي ربنا هستجيب لي بس هو إننا ألهم الدعاء ده عطاء من ربنا سبحانه وتعالى بدأتي بالدعاء واستمرتي بعد كده شفتلك إن أنت بتتكلم عن صورة الملك تقريبا وصورة يسين وصورة الرحمن عشان تراف إن أنا متابعك يعني صحة آه ما شاء الله عليك وتكلمت عن الصلاة آه كتير الصلاة تكلمت عنها كتير وخصوصا الخشوع وإزاي إن إحنا ما نتلغبطش في الصلاة وإزاي نوظب عليها كمان نعم يمكن الفيديوهات بتاعتك يا ندا أنت بتخطبي يعني مستوى من الناس UI ونوعية من الناس أنا كشيخ في الجامع مقدرش أخاطب الناس دي ليه لا أنت ما أنت بتخطبي أستنى في المسجد بخاطب الكل أو إنما أنت بتخطبي الشباب بتخطبي زملائك زميلاتك في الجمعة بتخطبي يعني مستوى معين من الشباب أو سن معين من الشباب فأنت قدوة ليهم أنت هتأثري فيهم أنا يعني أنا عايز أقول من خلال البرنامج بتاعنا ومن خلال استضافت ليك النهاردة أن الدين بتاعنا بيهتم بالقدوة يعني ربنا يقول لنا في القرآن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لما تبقى قدوة للبنات السيدة عائشة السيدة فاطمة الزهراء السيدة خديجة دي نعمة عظيمة جدا يعني النساء كانوا يجوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا له يا رسول الله غلبنا عليك الرجال الرجال بيأخذوا منك كل حاجة ودروس وعلم طيب ما تعمل لنا يوم نتعلم فيه فجعل لهن يوما فعلمهن ووعظهن وأدبهن صلى الله عليه وسلم تأثرت بمين في الدعوة في الدعوة بصراحة أنا يعني في كل حياتي بأخذ يعني أي حاجة في حياتي بأخذ له قدوة يعني ما يفعش أخذ شخص واحد بس هو قدوة في كل حياتي فبصراحة في الدعوة كانت دكتور عبدالك حلاوي أنا بحبها جدا وبعزها جدا وبحب أتفرق عليهم ولا صغيرة دايما لازم أتفرق عليها فهي بصراحة كدوتي في الدعوة الدكتور عبلة عندها رقة جدا يعني بتمتثل قول الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم عرفة الداعي أو الداعي اللي عنده لين وعنده رحمه بخاطب الناس بحب هو ده اللي بيأثر في قلوب الناس صح دي حقيقة فأنت خدت الدكتور عبلة قدوة التقيت بيها أم لا؟ قدوة لا ملتقتش بيها بصراحة ملتقتيش بالدكتور عبلة؟ لا بصراحة آه من شاء الله من تاني من الدعاة؟ لا ناس كتير برضو الدكتورة نادي عمارة برضو بحبها جدا آه بس اللي أنا أخذ القوة بصراحة من أخويك كبير ماشاء الله أخويك كبير ده يعني هو الإكونة كدة القوة بالنسبة لي ربنا يبارك فيكم جميعا ويبارك في أخوكي ومحمد مشرفنا ونورنا ربنا يبارك فيه طيب تقولي إيه للبنات اللي معاك في الجامعة أو للبنات المسلمين عموما أنا بحس دايما إن ما ينفعش إن احنا نكتم علم طالما إحنا تعلمنا يبقى لازم نزر العلمة بتاعنا ما ينفعش إن أنا أخد الشهادة دي وحطها في البيت وخلاص طالما إنتي بتتعلمي في الأزهر أو في عموما في أي مجال تاني حتى لو مش أزهر بس لازم تظهري للناس إنك إنتي بتمتقنف في المجال اللي إنتي يعني اشتغلت فيه ده نعم فطبعا يعني لازم يظهروا بكل حاجة يعني يحبوا يقدموها للناس بتحب الأزهر يا نادة آه جدا طبعا الأزهر جميل آه والله جميل مفيش في الأزهر تشدد لأ مفيش تشدد آه طبعا الحمد لله ربنا يكرمك ويبارك فيك أروح فاصل وارجع على حضراتكم تاني صلوا على الحبيب